خطة متكاملة تسير الدولة وفقاً لها لتحقيق العديد من المستهدفات الوطنية وأهمها تنمية الإنسان عبر مؤسسة حياة كريمة مستهدفات تتحقق من خلال عدة مبادرات تتبنىها الدولة ومن بينها مبادرة انت الحياة التي انطلقت فعالياتها بمحافظة الإسكندرية مراحل متعددة ضمن خطة متكاملة تنتهجها مؤسسة حياة كريمة تهدف لنهوض وتنمية الإنسان تنمية تأتي من خلال مبادرات مجتمعية متنوعة ومنها مبادرة انت الحياة التي توفر قوافل طبية وخدمات أساسية ومحو للأمية وورش تعليمية وتثقيفية وفنية تطال كل فئات المجتمع والله الحياة احنا بنقدم خدمتين الخدمة الأولانية الامتحان الفوري بدأ على مدار الأسبوع كله من يوم السبت لحد يوم الجمعة ان شاء الله وكمان بنقدم خدمة الاستكتاب الامتحان بيبقى الأشخاص اللي بيجيدوا القراءة والكتابة بيدخلوا يعملوا الامتحان وبعد كده بعد ما يخلص الامتحان بنعملوا الاستكتاب اللي قلت لحضرتك عليه باعتبار انه بعد ما يخلص يبقى ده استكمال لعملية استخراج الشهادة على طول والله يساعد ما جينا استقبال مية مية والناس محترمة دخلونا جوا ودونا ورع الامتحان وكل حاجة ما استهلين معانا وعملين احلى واجب صراحة احنا هنا في محافظة اسكندرية مبادرة حياة كريمة مبادرة اتكلم هنسمعك لدعم الصحة النفسية احنا هنا بنساعد أولياء الأمور ان هم يفهموا الترابات الموجودة عند أبلادهم سواء توحد فرط حركة مشاكل في اللغة انا جاي اكشف على بيتي اللسانة تقيل وكده جاي اكشف عليها وانا الناس كويسة الورش التفقيفية والتعليمية ترتكز بشكل اساسي على التوعية بالسلوكيات الاجتماعية وارشادات صحية وقوافلة طبية تخص تنمية الاسرة بشكل عام وحماية الاطفال والنساء بشكل خاص ومنها الصحة النفسية وآليات التعامل مع الاطفال وذوي الهمم بالاضافة الى عدد من الخدمات من استخراج لبطاقات الرقم القومي وكشف طبي مجاني نعمل بطاقة رقم قومي للمرأة بس طبع مجلس قومي للمرأة في المبادرة كلنا واحد وسورنا النهاردة 126 بطاقة احنا بنقدمهم كل فرص متاحة لتسهيل العلم للتعليم لأي حد عايز يتعلم احنا فتحن الفصول على مدار 24 ساعة احنا بنشتغل في بيوتنا احنا بالنهار شغلين في الإدارة وبالليل بنشتغل في بيوتنا اللي عايز يتعلم احنا هنا مدارسة رابعة العدوية في محافظة الإسكندرية احنا هنا بنطلعه كرني خدمات الأعاقة الكرني ده بيفيد المستفيد في الكشف المجاني وتخفيد في المواصلات في الحياة العامة عموما يعني لو فيه مثلا عمليات أو هي حاجة بتخفيد عليها تستمر المبادرة في هذه المرحلة لمدة خمسة أيام بمحافظة الإسكندرية وتهدف في الأساس لتقديم التوعية بكل مستوياتها وأنواعها لمختلف الفئات من المرأة والشباب والأطفال وكبار الصن يستكمل قطار مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة التي تعمل على توعية المواطنين وتأهيلهم فكريا واجتماعيا وفقافيا ضمن مجهودات الدولة لبناء الإنسان والارتقاء بحياته في شتى المجالات